الفساد الحكومي المتراكم منذ 17 عاماً وهبوط أسعار النفط الحاد وتفشي فيروس كورونا كلها عوامل فاقمت أزمات العراق الاقتصادية وجعلت الدنار يتهاوى أمام صعود الدولار وأدت الاضطرابات في سعر صرف الدنار العراقي أمام الدولار في الآوينة الأخيرة إلى تأثيرات سلبية انعكست بشكل مباشر على قطاع الأعمال والسلع في السوق ما أدى إلى فقدان ثقة المتعاملين والمستثمرين بالسلطة النقدية وفقاً لمصادر مسؤولة تدهر قيمة الدنار حدث بعدما أوقف البنك المركزي العراقي نشاطه المتعلق بضخ سيولة بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات البنوك وعملائها إذ كان البنك يضخ يومياً ما لا يقل عن 140 مليون دولار أو أكثر للحفاظ على قيمة العملة منذ عام 2004 لكن الأزمات الأخيرة الخارجة عن حسابات الحكومة أدت إلى وقف ضخ السيولة وبالتالي حدوث قفزة في سعر صرف الدولار وسط تحذيرات من استمرار هذا الارتفاع بعد حظر التجوال الذي فرضته السلطات الحكومية في البلاد دون توفير بدائل وحلول وفي خضم الأزمة المالية التي يعيشها العراق في ظل انهيار أسعار النفط عالمياً وتحجيم كميات إنتاج النفط بعد اتفاق مجموعة أوبك الأخير والعجز الكبير في موازنة عام 2020 أصبحت الحكومة في بغداد أمام تحديات اقتصادية كبيرة لعل أبرزها فشل البنك المركزي في المحافظة على قيمة العملة المحلية أمام الدولار بسبب سيطرة الفاسدين على مزاد بيع العملة بحسب مسؤولين ومختصين في الاقتصاد مسؤولون في حكومة تصريف الأعمال أكدوا أن قلة الواردات العامة نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تراجع سعره في السوق سيضطر البنك المركزي إلى تقنين بيع العملة الأجنبية بدلاً من ضخها حتى ارتفاع أسعار النفط من جديد ومن جهة أخرى تؤكد مصادر حكومية أن الاستمرار في عقد مزادات بيع العملة وضخ عشرات الملايين من الدولارات يومياً للحفاظ على قيمة الدينار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي لأن أغلب المستفيدين من المزادات هم أصحاب مصارف وشركات خاصة بعينها تهيمن على السوق وتحول قسماً كبيراً من أموال المزادات إلى خارج العراق موسيقى